ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله حيث توصلت بعض طول انتظار بخمسين ألف جرعة فقط من حليفها الروسي علما أن الشركة المصنعات عاقدت معها السلطات الجزائرية على خمسمائة ألف جرعة في المجموع وسائل إعلام جزائرية قالت نقلا عن مصدر رسمي أن حملة التلقيح ستستمر إلى غاية دجمبر القادم لتحقيق المناعة الجماعية المطلوبة وذلك لعدم وجود الكمية الكافية من الجرعات إذ أن خمسمائة ألف لقاح المتوفرة لن يكتمل وصولها إلى الجزائر إلا أواخر ماي المقبل للإشارة فإن السلطات المغربية تمكنت إلى حدود اليوم الأحد من تلقيح أزيد من مئة وخمسين ألف مواطن في غضون ثلاثة أيام حيث تعول المملكة على تحقيق المناعة الجماعية المطلوبة قبل حلول فصل الصيف بتطعيمها لأزيد من خمسة وعشرون مليون مغربي نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب